أكدت وزارة الإسكان ضرورة تنسيق مع وزارة الإسكان الليبية لتنفيذ الخطط العمرانية الليبية أسوة بما تم من التجارب المصرية وأكد نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل خلال لقائه وزير الإسكان الليبي أبو بكر الغاوي على قدرة شركات المقاولات المصرية الكبرى على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمشروعات الأخرى وخلال لقاء استعرض نائب الوزير قدرات شركات مياه الشرب وصرف الصحي بمصر في مجال التشغيل والصيان القياسية للمحطات كما تمت مناقشة فكرة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وصرف الصحي وحماية المستهلك بوزارة الإسكان المصرية مع جهاز المشروعات الليبية الذي يلعب دورا حيويا في تحديد أولويات المشروعات وتقييمها فنيا وماليا